برحب بيك يا كريم في برنامج السادسة أهلا بيك يا سارة وأهلا بكل مشاهدين فيه يا كريم غضب على السوشيل ميديا فيه غضب من الجمهور المصري من الأداء الذي ظهر به المنتخب المصري برغم طبعا النفوذ مهمة جدا وكنا محتاجينه جدا وثلاث نقط مهمة ولكن يعني رأيك ليه ظهرت كتيبة كابتن حسام البدري بالشكل ده في مباراة إمبارا أوكي في البداية عايزين نفرق ما بين أمرين ما بين المدير الفني النادي والمدير الفني المنتخب المدير الفني النادي عنده المساحة وعنده القدرة أنه يغير من أسلوب اللاعبين ويحدد لهم الشرطة المثال أو خطة قسرة الأمد والخطة طويلة الأمد ويزبط الفتنس بتاع اللعيبة ويحط خطة الأحمال كل ده اللعيبة تحت إيده يوميا إنما المدير الفني المنتخب ما بيشوفش السكواد أو الطايمة بتاعته غير مرة كل 3 أو 4 شهور إذا ضيفنا يا سارة الظروف الاستثنائية اللي حصلت في سنة كورونا هنقول للمنتخب ده ما تجمعش لمدة سنة كبتن إيه المشكلة اللي حصلة ومخليها الناس على السوشيال ميديا والجمهور التابع المباراة بالدائي إن المنتخب تحت قيادة الكابتن عسامي البدل خلال خمس مباراة اثنين وديتين وثلاثة رسميين بيقدن نفس الأداء العشوائي فمعنى إيه اللعيبة هي اللي بتلعب مفيش خطة مدروسة مفيش جمل بالدربين عليها مفيش أسلوب معين إحنا شايفين من الفريق بيدهجوا ولكن بنلعب بيه قدرات اللعيبة الفردية خصوصا إن إحنا بنتكلم على واحدة من أقوى قواهم منتخب مصر في آخر 10 سنة ولكن يا كريم لو بنتكلم على الجزء الأولاني إن اللعيبة بقالها كتير ما تجمعتش وبقالهم سنة ما لعبوش مع بعض في ناس هتقولك بس ده بيحصل في كل دول العالم مش شايفين معسكرات طويلة إلا وقت كاس العالم يعني ده بيحصل في كل دول العالم وكل المنتخبات وبنلاقي اللعيبة في بينها انسجام بيبقى فيه تيكتيك واضح من المدرب مش بيبقى الاعتماد على مجهودات فردية زي ما أنت ما بتقول شوفي الكاتب حسين بدري له جملة شهيرة قلنا بنسمحها كتير أيام ما كان مدير فاني نادر قال واجه جملة اللعيبة محتاجة وقتها شخاطر الانسجام واللاعب الكويس محتاج وقت عشان الطاقة الانفجارية جواه تطلع أوكي ده كلام لوجرق وكلام منطقي يتقال من مدير فاني لنادي ما ينفعش يتقال من المدير فاني المنتخب وهدي كمسة ليه؟ عشان الأجندة أصلا الدولية اللي فيها محددها ما بيتخليش المنتخب ياخد اللعيبة من القلدية الرسمي غير قبل مباراة بـ 72 ساعة بزرعة ثلاثة أيام وبالتالي أي حد هيتكلم على موضوع الانسجام أو اللعيبة محتاجة وقتها تفهم بعض ده كلام ليس له محل مناطق العراب لما بنتكلم على منتخبات ده اللي أنا بدأت به الانترفيو مع حضرتك لازم نفرق واحنا بنقايم اللعيبة انت بتقايمش اللعيب في نادي انت بتقايم لعيب في منتخب فلاسن ندري فاني يبقى عنده لعطلية انه بقى فاهم ازاي يتعامل مع صفوة اللعيبة ده منتخب يعني إيه انت بكل اللي بختارهم في فئة صغيرة ممكن تبقى بيه شوية لما اللي دي عندك قايمة من 30 لعيب ساعات بتختار 15 لاعب نجم ومعك 10 متوسطين ومع الخمسة ناشئين بتطورهم فهنا عندك مساحة ما فيه تدرج في المستوى لما في المنتخب لا الثلاثة وعشرين لاعب ان انت اخترتهم كلهم جبهم فالاختيارات انت بشير مسؤوليتها وطالية اللعب انت بشير مسؤوليتها والتيكتيك داخل الملعب انت لشير مسؤوليت طب انت زي شفت المباراة فنيا شفت زي الفوز الصعب لمنتخب نصر على أرضه قدام منتخب توجو شوفي ببساطة أو ألف بيت تحديل أداة المدير الفني بنحاسبه على حاجة بنحاسبه على الفورميشن اللي اختارها طريقة اللعب ومنحاسبه على التكتيك وطريقة اللعبة حاجة والتيكتيك حاجة إما يا لحكي؟ كابتر حسنان بادري اللعب بالطريقة المعتادة بتاعته وهي أربعة اثنين ثلاثة واحد المعتادة نشوفها دايما ملكات حسنان بادري حتى لما كان مع النادل آني من أول ولاية له سنة 2009 والغاية دلوقتي بيلعب بيها بيغاية الطريقة دي صارة لما بنملأي فريق يلعب بيها ما ينفعش خالص إن احنا نعتمد بكثرة على الكروسات أو الكروسات العرضية بمعنى ما ينفعش النهاردة تكون بلعب بمهاجم صريح وحيد وأقعد كل شوية أرميله كروسات وهو بيلعب مع قدام الدفاع منتخطه الاتنين من المساكين فوق 190 سنتي الهفض فيندر لما كان بيرجع فقارة العرضية ويكون معهم لعب ثالث كان طوله فوق 170 سنتي من مهاجم نبارح وصطفى محمد وصطفى محمد طبعا لعيد عنده الجنف عالي جدا لكن لما حطه في اختبارات كتيرة نتريزيجي اللعيب الوينجر الممتاز جدا في أسطنبالب الإنجليزي بينضم جنب محمد عشان يلعب معاه مهاجم تاني ده أمر غير منطقي وبالتالي 45 ديالأولى اللي نراكش عنها رسلوب اللي عبنا به غير فرصة وحيدة كرة عرضية من زيزو قابلها مصطفى محمد بيقالهاد في العرض دي الفرصة الوحيدة المتخب مصر اللي المفروض كان بيلاعب وانتخب وتزايل القرب التحليل أنا أطولك ده هنلاقي أن الكابة حسين بدل اختار خطة لعب واختار تيكتيك اللي اتنين ما بينزبوش بعض وعشان كده طلعي الأداء شكله